طبعاً لقاءات الآلي والترجي عموماً هي لقاءات برضو قمة على المستوى الأفريقي ودايماً الجماهير في البلدين بينتظروا هذه المباريات صحيح ولذلك أنا بعتبر وهو نهائي برضو متوقع يعني وصول الفريقين يمكن يكون الترجي بعد خلال السنوات الماضية عن المنافسة شوية لكن رجع وكان شكله جامد جداً من هذا الموسم وبالتالي لابد النادي الأهلي يبقى عامل حسابه أن ده فريق الترجي من الفرق البطولات ونفسهم يرجعوا إلى منصات التتويق مرة أخرى لكن هي مباراة على كل الأحوال أو مباراتين لأن دايماً نتكلم عنهم كمباراتين طبعاً اللي هو الدور النهائي مباراتين على أعلى قدر من الأهمية وطبعاً النادي الأهلي بيسعى من خلال هذه المباراة إلى اللقب الـ 12 وبإذن الله بإذن الله يتحقق ودايماً لعيفة النادي الأهلي معوديننا وجهازهم الفني على أنه مهما كانت الصعوبات في الأدوار السابقة أو الأدوار الأولى بيجوا على النهائي ويصلوا إلى قمة النطج اللي يقدروا معاه أنهما يحققوا للفوز بإذن الله أستاذ محمود طبعاً كابتن ممكن الأجواء مختلفة في المواجهة هذاISN مواجهة أنا شاهده أنه هي مختلف أنه من الأجواء حلم من الهدوء بدليل التصريح الذي قال بعد وصولòng حلم من؟ حلم من أي؟ حلم للهدوء الهدوء ها طبعا هذا دوء الثقة يعني هذا دوء الثقة بمعنى قال لك لن يصدر لن يتعامل النادي وهيئاته كلها إلا من خلال مؤتمرات صحفية رسمية هيكون من خلال التصريحات يعني دي بداية إيه النقط عشان ما حد شطها يقول إحنا قلنا وما قلناش يعني خدوا من التجارب بالسبب بتاعته أضولي على تصريح أضولي على كلمة أقولها أولا ألي بيعمل دائما كده أولا ألي بيعمل دائما في هنا هدف فيه زي ما أنت قلت في المقدمة الهدف هنا البطولة صحيح مش هدف المطش الأولاني وبس لا هدف البطولة أنا كمتابع شايف أنه البطولة في حماد العقربي يعني إيه في رادس البطولة نفسها هناك أنت عليك أنك تقطع مسافة كبيرة جدا في المباراة وتبرهن على حامل اللقب وأحقيته وأنه كل اللي حصل اللي بيحصل ده دليل على الفرق الكبير على حجم التفوق في هذه المرحلة اللي بعيشها النادي الأهلي فلا بدنا تقدم مباراة كبيرة وأن يعي لعب الأهلي أن هذه النسخة من الترجي مختلفة تماما مختلفة تماما معناه مدرب جديد ميجيل كاردوزو وعنده طموح لسه جاي فجأة لأنه ستلعب ست مباراة لأنه نفسه في النهائي عاوز أدور على نفسه منهوش تاريخ في أفريقيا فجاي فرصة لأنه نفسه يقدرب فريق كبير جدا درب من دربيات أفريقيا الشهيرة بين الأهلي والترجي هيحاول يبرهن طيب نجح الرجل أهو قدم مباراتين بانت ملامح الترجي في مواجهتين بقى سانداونز بلعب ازاي وأفكاره ايه هو عمل ازاي وايه بص ما يعني أستاذ محمود مواجهتين سانداونز ما هو الترجي لعب بعديها أربع مبارات في الدوري مثلا وأمام فرق كبيرة وبأسماء كبيرة ماشي ماشي بس ما أتكلمك على ايه على فرق يعني سانداونز دولا المصنفين يعني سانداونز برضو من فرق التهيل لا طبعا أنا فاهم مش عايز أكراه بدالين بدالينه سانداونز في مدش الزهاب يا كابتن لعب شوت مرعب في تونس حارس المرمى أمان الله ما ميش ده عمل شتو يعني مش عاوز أقول ايه كان عنده توفيق لكن الفرقة راحت كمية فرص وما جاتش هاجة الكل توقع وكنا نتوقعنا ان احنا هنشوف مباراة ملعبة فين في العودة بقى في جنوب أفريقيا لكن الراجل على ما يبدو انه عنده شغل كبير جدا بيعمله وعنده هدف بيعرف ازاي يعني الصناعيات اللي في الملعب والصراح هيبقى في الصراح كبير جدا ورزيك على لعبة النادي الأهلي ان يعقوا جيدا هذه الصناعيات في الملعب الانتحامات القوية هتكون حاضرة بقوة فقدان الكرة في منطق خطورة عليك يعني ان تفقد الكرة لا تفقدها تحت اي ضغط لا بد اعتقد انه يعني كولر والجهاز الفني وكيد تفرغوا وشغفوا انه كل الشغل اللي بتعمل على الانتحامات كل الشغل اللي بتعمل على الكور العميقة في مطل 18 الاصطدام والمدافعين هيكونوا شهرسين طبعا طبعا مدرستهم ومتميزين فيها بامانة شديدة ومطفقين في الجزئية دي انا بقولك انه جزئية مهمة جدا مباراة صعبة مباراة صعبة جدا يا جماعة محتاجة هدوء محتاجة هدوء محتاجة استغلال كل فرصة تجيلك محتاجة استغلال وعلينا انه تذكر جيدا النهاية 2018 وان يكون في الصورة وان يكون حاضر بقوة لدعبت القادل الاهلي وجهازهم الفني يعه وجيد اللي حصل ايه بالظبط ايه اللي حصل انت رحت هناك ومعت ثلاثة واحد ورحت ثلاثة واحد واعتقدت انه المتش انتهى ولكن تسببت ايادي اسمة عبست بالعلاقة ما بين الناديين وسخانت الاجواء بصورة او باخرى وناس الان تراها على عبر الشاشات ولكن العلاقات يعني بعيدا عما بعيدا عن المسألة دي دفع الواقع التوتر وستتظل لكن انا بكلم عن حال فنية اه طبعا دفع التوتر تحط فيها برضو في الاتنادالف في الشكل ده وبرضو واقعت عدم موجود فار والكلام اللي انت عارفه الفيشها راحت الفيشها مجدش لكن اعوز اقولك هذه نسخة مختلفة من الاهلي حامل اللقب يقدم مستويات متميزة لدي عناصر المجموعة المميزين عليهم ان يبرهنوا بقوة في هذه الموجة وعليهم ان يتذكروا جدا ان الاهلي فزها في القائلة 3-1 وخسر في رادس 3-7 في مباراة صعبة جدا كانت ربما نقطة التحول لعادة الفريق بعد كده لكن هذه المرحلة ستواجه الآن نسخة صعبة من الترجي هتكون الحماس والقوة الإصرار لابد ان يقابل بحماس وقوة وإصرار ويزهار طينة ومعدن لعيب النادي الاهلي في مباراة الاولى تقام من شاء الله بسبت بإذن الله اشتركوا في القناة